اشتركوا في القناة في البداية طبعا الكورس رح ينزل بإذن الله هذا الفيديو رح ينزل على بناة اليوتيوب الخاصة بمنصة قمة التعليمية ورح يكون ضمن تبع الفيديو عنا قناة أو رابط قناة التليجرام قناة التليجرام طبعا هي عبارة عن موجود فيها شباب وصبايا المهندسين وطلاب العلوم المشتركين في مادة كالكولاس 2 رح ينزل عليها لينكات الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب رح تنزل عليها بعض الأسئلة والأفكار والمناقشات بينه وبين الطلاب بإذن الله رب العالمي فبتمنى من الجميع من الطلاب الموجودين على التليجرام انهم يعطوا الرابط طبع القناة للطلاب الثانيين الموجودين معانا في المادة حتى انهم يستفيدوا ان شاء الله زي ما ذكرنا بالأول برضو رح يكون رابط قناة التليجرام موجود على ديسكريبشن تبع الفيديو على اليوتيوب طبعا اليوتيوب في قناة خاصة للمرة الثانية في قناة خاصة لليوتيوب لمنصة قمة التعليمية بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ طبعا المادة بالبداية بتحكي عن اللي هي وهي قواعد الاشتقاق طبعا قواعد الاشتقاق زي ما بنعرف احنا اخذناها في المدرسة ومرت معنا في التوجيه فاعتقد انه في عنا خلفية مليحة عليها الا انه باذن الله رب العالمين في هذا الكورس راح نوخذ عنها كم من قاعدة طبعا مع بعض الامثلة راح نحلها مع بعض بالفيديو بمجرد ما ننتهي باذن الله رب العالمين من هاي المحاضرة راح نحل اسئلة شاملة اكثر صراحة ومتنوعة سواء كانت من الكتاب او من اسئلة السنوات السابقة طبعا اسئلة السنوات السابقة زي ما اتفقنا انه اسئلة السنوات السابقة مهمة جدا لسببين السبب الاول ان فيها افكار جديدة في كل مرة بتكون الشغل الثاني انه في بعض الاسئلة بتتكرر صراحة كل فصل ففرصة انه نستغل هاي الاسئلة طالما هي بين ايدنا الان نبدأ في المادة بسم الله الرحمن الرحيم ديفرنشياش الروز قواعد الاشتقاق اول قاعدة بتحكي انه اذا كان في عندي اقتران F في الـ X هو يساوي K K هون عندي عبارة عن ثابت ثابت يعني رقم وهو من الارقام الحقيقية اي من سالب مالة نهاية الى المالة نهاية الان اي رقم اشتقاقه عبارة عن صفر يعني اشتقاق التسعة صفر اشتقاق الخمسة صفر اشتقاق الصفر صفر اشتقاق السالب عشرة صفر اشتقاق الثنين فاصل خمسة صفر اي رقم بواجه في الدنيا من الاعداد الحقيقية من سالب مالة نهاية الى المالة نهاية اشتقاقه عندي صفر الآن القاعدة الثانية بتحكي انه اذا كان في عندي F في الـ X يساوي X to the power N عندي X مرفوع للقوة N الآن كيف بده اشتقها بشكل بسيط جدا الاشتقاق طبعا زي ما احنا بنعرف انه الـ prime هي اللي بتميز الاشتقاق فF prime معناها اي انها مشتقت الاقتران F في الـ X الآن القوة الاصلية شو بصير فيها القوة الاصلية بتسعب حالها وتنزل جنب الـ X زي ما احنا شايفين هنا الآن بعد ما رزلت القوة الاصلية بكتب الـ X بتظلها القوة الموجودة القوة ما بتلدري لكن شو بصير فيها؟ بنطرح منها واحد فالقوة بتصير N-1 دخلينا نأخذ مثال سريع معطيني example find F prime X يعني طالبني اشتق F prime X هنا في كل مثال من الامثل الموجودة الآن F X تساوي X تكليل هاي اول حالة بتمر معاي مباشرة بقول له انه F prime X يساوي زي ما اتفقنا انه X عليها قوة هاي القوة بتتسعب حالها وتنزل جنب الـ X فراح تصير عندي ثلاثة X هلا القوة هاي شو راح يصير فيها؟ ما راح تلتغي اكيد بالعكس بتصير ثلاثة ناقص واحد بنطرح منها واحد وبالتالي بتصير ثلاثة X تربية خلينا نخذ مثال ثاني مثال الثاني بيحكي عندي F X تساوي X تزاوي X to the minus 4 ورفو على القوة السالب 4 مباشرة بحكي F prime X طبعا تطبيق مباشر ما في خطوات كثيرة الآن القوة الأصلية تنزل مع الإشارة طبعا فبتصير سالب 4 بالـ X الآن القوة الأصلية بطرح منها واحد زي ما احنا بنعرف أنه ماينس 4 ماينس 1 راح تكون ماينس 5 وبالتالي F prime X راح تكون سالب 4 X to the minus 5 شوف المثال الثالث المثال الثالث ما طيني X to the power 3 على 2 بلس 7 الآن بشتق كل واحدة لحال ببلش بالـ X قلنا القوة الأصلية بتنزل جنب الـ X ما عندي أي مشاكل الآن 3 على 2 ناقص 1 بدي أطرح 3 على 2 ناقص 1 خلينا نطرح أهوان عنها مش بشكل سريع 3 على 2 ناقص 1 طبعا هاي بتصير على 1 وبالنوحد مقام بضرب بـ 2 بضرب بـ 2 فبتصير 3 ناقص 2 على 2 وتساوي 1 على 2 تمام هذا بالنسبة للقوة الآن بالنسبة للـ 7 السبعة هي عبارة عن ثابت مشتقة الثابت صفر ففيش داع أكتبها أو نكتبها زائد صفر بس للتوضيح الآن بالنهاية بتصير عندي F' X تساوي 3 على 2 X مرفوع على القوة نص فقط الصفر طبعا نحن مجموعة تمام خلينا نشوف القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة بتحكيل إذا كان في عندك اقتران اسمه F' X هو عبارة عن ثابت مضروب باقتران فإنه مشتقة F' X راح تكون تساوي هذا الثابت نفسه بظله زي ما هو ما بتأثر مضروب بمشتقة G' X مش تقول لي أنه صفر لأنه هذا مضروب في اقتران فبيظله زي ما هو ما بتأثر خلينا نأخذ مثال معطيني أنه F' X تساوي X to the power 4 على 4 الآن مباشرة بحكي F' X أول شيء الكية الثابت هو عبارة عن 1 على 4 مشتقة هاي شو بيصير فيها طبعا بينهم ضرب هاي الأربعة تنزل هون فبتصير 4 مضروبة بالX 4 ناقص 1 القوة هاي راح تصير 3 تمام خلينا أنا أكتب اقتراني بشكل أبسط من هيك الأربعة مع الأربعة بتروح فبصفي اقتراني عبارة عن X تكعيب شكل سهل جدا بالنسبة لهذا الاقتران معطيني أنه F' X تساوي 8 على X مرفوع للقوة 7 على 6 كيف بحلها؟ أول إشي بحاول أني أرفع الـ X أخطها في البسط عشان ما أتغلب وإحنا بنعرف أنه لما أرفع أي إشي من المقام إلى البسط راح أغير القوة تبعته أو بغير من إشارة القوة تبعته فكيف راح يصير؟ راح يصير عندي الاقتران الأصلي يساوي 8 بـ X مرفوع للقوة سالب 7 على 6 طبعا إحنا كمان مرة لما نرفع من المقام إلى البسط بنغير إشارة القوة الآن بقدر أشتقل فبتصير عندي F' X تساوي السبعة على 6 بالسالب تنزل كلها جنب الثمانية فبتصير ثمانية ضرب سالب 7 على 6 X to the power سالب 7 على 6 ناقص 1 خلينا بالله نبلش بس بالقوة ونطرح على الهامش بشكل سريع سالب 7 على 6 ناقص 1 طبعا لازم نقعد على 1 ونوحد مقام فبتصير ضرب 6 ضرب 6 للأخير رح تصير سالب 7 ناقص 6 على 6 وتساوي سالب 13 على 6 إذن رح تصير F' X تساوي ممكن أختصر الستة مع الثمانية لو اختصرتها على 2 فيها 3 لو اختصرتها على 2 فيها 4 4 بسالب 7 رح تصير سالب 28 على 3 بX مرفوع على قوة سالب 13 على 6 هيك أنا بكون انتهيت من اشتقاق هذا الاقتران تمام الرابعة القاعدة الرابعة بتحكيلي إذا كان عب عندك F' X يساوي هو اقترانيا بناتهم جمع أو طرح G' X plus minus H' X فإن المشتقة رح تكون بشتق G' X الحال بشتق H' X الحال طبعا هنا minus بس عشان للتأكيد فإذن عندي هنا كمان مرة بشتق G' X الحال و H' X الحال لا هذا بفرق عن هذا يعني لا هذا بتدخل بهذا ولا هذا بتدخل في هذا كل واحد بشتقه على حدة هاي عندي مثال معطيني F' X تساوي X تكعيب ناقص 4 X تربيع ناقص 7 X ناقص 2 كم حد عندي؟ 1 2 3 4 يعني عندي 4 اخترانات بشتق كل واحد لحال على حدة فبتصير F' X تساوي مشتقة X تكعيب هي عبارة عن 3 X تربيع القوة الأصلية بتنزل القوة الأصلية بنطرح منها 1 فبتصير 2 ناقص 4 X تربيع شو مشتقتها? بتنزل 2 جنب 4 فبتصير 4 ضرب 2 2 بالX 2 ناقص 1 1 احنا القوة 1 ما بنكتبها لكن للتوضيح كتبناها ناقص مشتقة 7 X 7 طب الX ولا الراحة يا مهندس الX القوة الأصلية عليها 1 نزلناها ضربناها بال7 1 ب7 7 تمام هلأ القوة الأصلية بدينطرح منها 1 فبتصير 1 ناقص 1 تساوي 0 صح ولا لا؟ اي اشي مرفوع للقوة 0 ناتجه 1 شو مكان شو مكان اي رقم او اي مجهول او اي اشي في الدنيا مرفوع للقوة 0 هو ناتجه 1 فبتصفي سالب 7 مضربة بواحد سالب 7 طيب تمام مشتقة السالب 2 بما انه هي ثابت فهي مشتقة 0 فما بنكتبها بالاخير برجع ورتب اكتراني بتصير F في الX تساوي 3X تربيع بتنزل زي ما هي ناقص 4 ب2 ثمانية X ناقص 7 هاي هي مشتقة الاكتران الآن بالنسبة ل F في الX إذا كان في عندي اقتران يساوي جيل X ضرب H الX يعني في عندي اقترانين مضروبين ببعض فالقاعدة بسيطة هي عبارة F في برايمن X تساوي جيل X من غير اشتقاق مضروب بمشتقة الـ H زائد هاي أصلية من القاعدة H الX مضروبة بمشتقة جيل X أنا كتبتها بطريقتي صراحة طبعا من اللي شمال نقرأها الأول اللي هو الجيل X ضرب مشتقة الثاني اللي هي HX زائد الثاني اللي هي HX ضرب مشتقة الأول اللي هي جيل X خلينا بالله نوخذ مثال سريع هاي معطيني F في الـ X تساوي اقتران مضروب باقتران مباشرة بروح أطبق على القاعدة بحكي أنه F في برايمن X خلينا نكتو فوق F في برايمن X تساوي الأول بينزل زي ما هو هذا المقصود أنه الأول بينزل زي ما هو اثنين X تكعيب زائد ثلاث مضروب بمشتقة الثاني الثاني عبارة عن أربع الثاني اللي هي X تنزل X قوة 4 ناقص 2X من غير أي اشتقاق مضروبة في مشتقة الأول مشتقة الأول اللي هي GX اللي هي عبارة عندي ثلاثة الاثنين راح تصير 6X تربيع والثلاثة مشتقة على صفر بنظلها زي ما هي هيك أنا بكون عندي اشتقة الاقتران خلينا نشوف مشتقة القسمة مشتقة القسمة عندي GX على H فإذن F' هي عبارة مشتقة GX مضروبة ب H ناقص أصلية من القائدة GX مضروبة ب H' على H لكل تربية أنا كتبتها بلغتي بحكي أنه مشتقة البسط ضرب المقام ناقص البسط ضرب مشتقة المقام على المقام تربية وهنا هسا بنقدر ناخد مثال سريع برضو مضروبة بطبق على القاعدة بحكي F' تساوي مشتقة البسط فبتصير ثلاثة X تربية زائد سبعة طبعا صفر خلاص راحة هاي اشتقينا البسط مضروبة ب المقام زي ما هو المقام ما بنشتقه X تربية زائد واحد ناقص أصلية من القاعدة ب مشتقة المقام اللي هي 2X بالبسط اللي هي X تكعيب زائد سبعة والكل مقصوم على المقام تربية فبحكي X تربية زائد واحد الكل تربية هيك انا بكون اشتقيت القسمة طبعا بندرج تحت هاي القاعدة اللي هي مشتقة القسمة اللي هي قاعدة هاي القاعدة شو بتحكي تحكي بدل ما يكونوا اقترانين مقسمين على بعض زي ما عندي في المثال اللي فوق لا خلو كان في اندي ثابت يعني رقم على اقتران كيف بتصير المشتقة صراحة اسهل بك فيها من اللي فوق على القاعدة مباشرة بحكي مشتقة هذا الاختران هي عبارة عن سالب الثابت اللي هي مضروب بمشتقة المقام على المقام تربية مثال سريع جدا خلينا نطبق بحكي انه ف برايم الاكس هون طبعا معطيني الاخترانة اصلي سبعة على اكس تربيع زائد واحد اذا المشتقة تبعت راح تكون السالب الثابت يعني سالب سبعة مضروبة بي مشتقة المقام مشتقة المقام هي عبارة عن اثنين اكس والواحد صفر مشتقتها فبم نحطها على المقام تربيع اللي هي اكس تربيع زائد واحد الكل تربيع بالتالي خلينا بس ابسط اقتراني بعد الاشتقاء سالب سبعة بثنين بتصير سالب اربع طاش الاكس على الاكس تربيع زائد واحد الكل تربيع الان لو كان في عندي اقتران هو عبارة عن اقتران مرفوع لقوة ان احنا اول قاعدة او ثاني قاعدة اخذناها كانت اكس لحالها مرفوع على القوة ان تعاملنا معها وعرفنا كيف نتعامل معها وصراحة كثير شبيه فيها التعامل مع هذا الاقتران فلو كان في عندي اقتران مرفوع للقوة ان فان مشتقته هي عبارة القوة الاصلية بتنزل جنبه زي ما كنا نعمل في الاكس والقوة الاصلية بتنطرح واحد بس زيادة اللهم انه انا بشتق الاقتران لحاله فمثلا ناخذ مثال الان في عندي اقتران مرفوع لقوة كيف هذا بتصير مشتقته بتتبع مع بعض في التالي بتصير ف برايم الاكس تساوي الثمانية بتنزل جنبه الاختران وهذا الاقتران بن كتب زي ما هو لاحظه بن كتب زي ما هو فش علي برايم فبتصير ثمانية اكستر بي ناقص ثلاثة اكس زائد تسعة القوة الاصلية ثمانية ناقص واحد راح تصير سبعة الان الخطوة الزيادة اني بدي اشتق الاقتران الاصلي فبتصير مشتقته كالتالي مشتقة الثمانية اكستر بي راح تصير ستعشر اكس ليش الاثنين اللي بتنزل جنب الثمانية فبتصير اثنين ضرب ثمانية ستعاش والقوة بتصير واحد لانه اثنين ناقص واحد بعطيني واحد تمام هاي ستعاش اكس ناقص مشتقة الثلاثة اكس ثلاثة مشتقة التسعة صفر فما بكتبها هيك انا بكون اشتقيت الاختران تبعي خلينا ناخد مثال ثاني شوف المثال الثاني جامع فكرتين مع بعض اول شي اقتران عليه قوة واقتران ضرب اقتران برضو بسيط ما في مشكلة طب شو بدنا نساوي بشتغل على قاعدة اللي هي اشتقاق اقتران ضرب الاقتران اللي هي الاول بمشتقة الثاني زاد الثاني بمشتقة الاول مباشرة واروح بحكي F تساوي الاول بنزل زي ما هو اثنين اكس ناقص خمسة تمام مضروب بمشتقة الثاني الثاني عبارة عن اقتران مرفوع لقوة هس اخدنا مثال وعرفنا كيف نتعامل معها كيف راح تصير بحكي هاي القوة بتنزل تصير اثنين بأكس تربيع ناقص خمسة اكس خلينا اكتبها ليش لان اثنين ناقص واحد واحد مضروبة بمشتقة ما داخل القوس اللي هي بتصير اثنين اكس ناقص خمسة انتهينا منها زائد هلا خلصنا الاول في مشتقة الثاني هسا زائد الثاني في مشتقة الاول فالثاني بينزل زي ما هو بيصير عندي اكس تربيع ناقص خمسة اكس لكل تربيع مضروب بمشتقة الاول مشتقة الاول هي خمسة ماينس واحد ماينس واحد بعطيني ماينس اثنين تمام مضروبة بمشتقة الاقتران الاصلي مشتقة الاقتران اثنين اكس مشتقتها اثنين مشتقة السالب خمسة صفر فبتظلها زي ما هي لذلك انا بكون اشتقت اقتراني اما القاعدة الثامنة فهي بتحكي اذا كان في عندي جذر وداخله اقتران وصراحة برضو كمان قاعدتها سهلة جدا جدا تطبيق مباشر بصير عندي فبرايم الاكس هي عبارة عن مشتقة ما داخل الجذر على اثنين بالجذر نفسه مشتقة ما داخل الجذر على اثنين بالجذر نفسه ومثال سريع جدا بالله خلينا نحل المثال هذا بعدين بنرجع للمثال الاول تمام هذا كيف نشتقه بروح بطبق القاعدة بحكي انه فبرايم الاكس هي عبارة عن مشتقة ما داخل الجذر شو مشتقته ستة X على 2 بالجدر نفسه سهل جدا تطبيق مباشر هنا أنا لش رت عم بدت أحصرها أحل هذا لأنه هذا فكرة أبسط هنا في إند قسمة فرح نضطر إيك جمعنا فكرتين مع بعض في هذا المثال فحبت أطبق بشكل مباشر على هاي القاعدة وبعدين نلجأ للمثال اللي هو في قسمة طيب هذا برضو كمان تطبيق مباشر ترى سهل مش صعب يعني F' X تساوي مش تقط ما داخل الجذر مش تقط ما داخل الجذر عندي قسمة فأنا مضطر إني أمشي على قاعدة القسمة خلينا نمشي على قاعدة القسمة مع بعض خلينا أكتبها تحت تصير F' X تساوي مش تقط البسط مش تقط البسط واحد بالمقام ناقص مش تقط المقام في البسط الكل على المقام تربيع اللي هي X تربيع زائد أربعة الكل تربيع هيك أنا اشتقيت أنا هيك حلت بس هذا الجزء الآن كلنا ياتهم مقسمين على اثنين بما داخل الجذر شو داخل الجذر X على X تربيع زائد أربعة وهيك أنا بكون حلتها لو بدي أبسط مثلا اقتراني شو بتصير عندي بصير عندي F' X تساوي واحد مضروبة بالقوس بظلها زي ما هي فبتصير X تربيع زائد أربعة ناقص اثنين X بX اثنين X تربيع على اللي هي X تربيع زائد أربعة الكل تربيع على اثنين بالجذر هي X على X تربيع زائد أربعة وهنا بإمكاني أطرح برضو X تربيع من الاثنين X فشو بيصير عندي تصير F' X تساوي اللي هي راح تصير X تربيع ناقص اثنين X ماينس X تربيع فبتصير أربعة ماينس X تربيع على X تربيع زائد أربعة الكل تربيع وكل لياتها مقصومة على اثنين بالجذر X على X تربيع زائد أربعة يمكن حلين المثالين هذول نوصل للقاعدة التاسعة القاعدة التاسعة بتحكي عن Trigonometric Function Differentiation اللي هي مشتقة الإقترانات المثلثية وإذا ما بنعرف برضو الإقترانات المثلثية أنا في عندي هنا ست إقترانات أساسية Sine Cosine وتان وسيكنت كوسيكنت كوتان ورح نمشي على كل واحد وقاعدتها فإذا كان F X عبارة عن Sine والزاوية هي عبارة عن Function أي جيل X فإن F برايم X مشتقة هذا الإقتران هي عبارة مشتقة السine Cosine الجيل X مضروبة بمشتقة ما داخل القوس تمام مشتقة الكوسان هي عبارة عن سالب سين جيل X مضروبة بمشتقة ما داخل القوس التان مشتقة سيكنت تربيع مهم جدا هاني انتبهنا الشغلات GX مضروبة بمشتقة ما داخل القوس مشتقة السيكنت هي عبارة عن سيكنت مضروبة بتان مضروبة بالمشتقة تبعت ما داخل القوس الكوسيكنت هي عبارة عن سالب كوسيكنت مضروبة بكوتان مضروبة مشتقة ما داخل القوس كوتان بالأخير بصفي عندي مشتقتها هي سالب كوسيكنت تربيع بجيل اكس طبعا عفوا سالب كوسيكنت تربيع جيل اكس مضروبي بمشتقط جيل اكس فخلينا ناخد مثال سريع جدا معطيني اول اختران تساوي تان لاثنين اكس ناقص اكس تكعيب مباشرة بروح بطبق على القاعدة بما انه تان انا حافظ انه مشتقط التان هي عبارة عن شو هي عبارة عن سيكنت تربيع ولجوه القوس بينك تبزي ما هو ثنين اكس ناقص اكس تكعيب هلأ بضروبها بمشتقط ما داخل القوس مشتقط ما داخل القوس اثنين ناقص ثلاثي اكس تربيع تمام خلينا ناخد الكوسين بحكي ف برايم الكس تساوي مشتقط الكوسين سالب ساين فمباشرة بكتب سالب ساين ولجوه القوس بيظله جاي ما هو ثلاثي اكس تربيع زائد اربعة اكس تمام الان بشتق ما داخل القوس شو مشتقته ستة اكس زائد اربعة هنا طبعا بس انا بحب ارطب اقتراني لانه دائما بنحب احنا نخلي كل الشغلات المضروبة في السيكنت او في الساين او في الكوسان او شو ما كان الاقتراني مثلا اللي بحب اكتبها في الاول فهون رح تصير عندي اثنين ناقص ثلاثة اكس تربيع مضروبة بسيكنت تربيع الاثنين الاثنين اكس ناقص اكس تكعيد وهنا نفس الاشي لو خليت اف برايمي الاكس تبعتي تساوي نقلت هذا بالاول فتصير سالب ننساهاش ستة اكس زائد اربعة بساين الثلاثة اكس تربيع زائد اربعة اكس خلينا شوف هذا مشتقط جذر بدياني وجواها اقتران مسلثي بسيطة جدا انا بعرف انه مشتقط الجذر هي عبارة عن جي برايمي الاكس على اثنين بالجذر نفسه طيب شو مشتقط الساين مشتقط الساين كوساين طيب احكي كوساين ثلاثة اكس زائد اثنين مضروب بمشتقط ما داخل القوس اللي هي ثلاثة على اثنين بالجذر نفسه كنت اكتبها كوساين ثلاثة اكس زائد اثنين ارتب اقتراني اخلي الثلاثة بالاول شو راح تصير عندي اف برايمي الاكس تساوي ثلاثة بي كوساين الثلاثة اكس زائد اثنين على اثنين بالجذر كوساين الثلاثة اكس زائد اثنين وبرضو كله تطبيق مباشر ما عندي اي مشكلة اخر اشي عندي اخر قاعدتين قاعدة الاكسبونانشيال قاعدة الان اذا كان عندي اقتران يساوي اي مرفوعة لا قوة عبارة عن اقتران جيل اكس طبعا احنا زيما نعرف لا التذكير انه الاي تساوي اثنين فاصل سبعة تقريبا تساوي اثنين فاصل سبعة فان المشتقى راح تكون كالتالي زي مهول الاقتران اصلي بنزل اي مرفوع على القوة جي اكس مضروبة بمشتقة القوة مضروبة بمشتقة القوة هاي مثال مطيني انه اف في الاكس تساوي اي مرفوع على القوة اكس تكعيب بساين الباي اكس وباشرة بروح بشتق بحكي له انه اف في برايم الاكس تساوي الاقتران الاصلي بنزل ونفس قوته ما بتتأثرش بساين الباي الاكس الان مضروب بمشتقة القوة مشتقة القوة تابعوا معي مني حاليها هي عبارة عن X تكعيب بساين فهي اقتران مضروبة باقتران صح ولا لا فإذن رح نتبع قاعدة ضرب الاقترانات اللي هي الأول بمشتقة الثاني زاد الثاني في مشتقة الأول ضرب شو بتصير الأول في مشتقة الثاني فبتصير X تكعيب مشتقة الساين كوساين باي X مشتقة ما داخل القوس هي عبارة عن باي باي هلون هان عندي ياها رقم تمام زاد الثاني الثاني اللي هي ساين باي في مشتقة الأول مشتقة الأول اللي هي عبارة عن ثلاثة X تربية أرتب اقتراني كمان مرة بتصير F' X تساوي E مرفوع على القوة X تكعيب بساين باي X مضروبة B يلا باي بX تكعيب بتصير باي X تكعيب بي كوساين باي X قعد بردت باقتراني مش أكتر زائد ثلاثة X تربيع بالساين بتصير ثلاثة X تربيع بساين باي X تكعيب أنا بكل حلتها آخر قاعدة رح نتطرق لها اليوم اللي هي قاعدة اللين فإذا كان في عندي اقتران هو عبارة عن لين G X فإن المشتقة هي عبارة عن مشتقة مداخل اللين على مداخل اللين نفسه قاعدة سهلة وبسيطة جدا للتذكير أن لين G X هي نفسها log base E لل G X نفسه كمان مرة اللي جيو أنا F بطبق القاعدة بشكل مباشر جدا مشتقة التان على التان نفسه مشتقة مداخل اللين على مداخل اللين نفسه طيح شو مشتقة التان مشتقة التان هي عبارة عن سيكنت تربيع فبتصير سيكنت تربيع X مشتقة مداخل القواص ما ننساها مشتقة ال X واحد على اللي هي تان X طبعا بتنكذب زي ما هي فبتصير سيكنت تربيع X على تان X هيك الحمد لله رب العالمين بنكون خلصنا قواعد الاستقاق الاساسية الموجودة معاي في هذا التشابتر إن شاء الله تكونوا الأمور واضحة أخذنا 11 قاعدة حلين عليهم بعض الأمثلة تقريبا أغلب الأمثلة موجودة في السلايدات بجزء أنا زدت من عندي مثال أو مثالين وممكن يكونوا ثلاث أمثلة بالماكسيمم يعني أسئلة سهلة تطبيق مباشر صراحة ما راح يجي أصعب بين هيك يعني ممكن يعني يدمج فكرتين أو ثلاث أفكار مع بعض زي ما لاحظنا قبل شوي مثلا هنا عند اشتقاق وفي عند القوة عبارة عن ضرب اخترانين هيك يعني هيك بتصير هيك بتتنوع أفكار الأسئلة مش أكثر بإذن الله رب العالمين راح نزودكو بأسئلة من الكتاب ومن أسئلة السنوات السابقة على قروب التليجرام هذا الفيديو زي ما ذكرنا بالبداية بالأول إنه هذا الفيديو بإذن الله راح ينزل على قناة اليوتيوب الخاصة بمنصة قمة التعليمية رابط التليجرام راح يكون في تبعا للفيديو اليوتيوب وبتمنى للجميع للمرة الثانية إنه يدل أصحابه أو البنات يدلوا صحباتهم سواء من المهندسين أو طلاب العلوم المشتركين في مادة كاركولستوفي جامعة الزيتونة على قروب التليجرام عشان الجميع يستفيد والله يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر